الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 25 ديسمبر هذه الليلة كانت عنيفة فعلا بالأمس شاهدنا تقدم كبير وواسع بعدة اتجاهات القوات الروسية عند حلول منتصف الليل حاوت القوات الروسية شن عديد من الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار طالت أودسا طالت مناطق مطار ستارو كوستانتينوف وعدة مناطق أخرى في خاركيف والعديد مناطق في دانيترو بيتروفاسك طبعا حتى اللحظة النتائج غير واضحة القوات الأوكرانية عانت إسقاط أغلب ومعظم هذه الطائرات بدون طيار ولكن ننتظر مزيدا من التفاصيل الرجاء متابعة الفيديو حتى النهاية سأبدأ بأخبار الميدان تحديدا من جبهة بخموت حيث تواصل القوات الروسية عمليات التوسع أو التقدم التي تنفذها باتجاه ريرو ريفكا بالأمس سيطرت القوات الروسية ريرو ريفكا تقع شمال مدينة بخموت في الشمال الغربي هذه هي سيطرت بالأمس القوات الروسية على هذه المنطقة وعلى هذه المنطقة أما اليوم فهو تواصل القوات الروسية تقدمها وسيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون هذا الطريق الرئيسي الذي يصل إلى هذه القرية طبعا تحاول القوات الروسية توسيع سيطرتها أن يكون لها موضوع قدم من أدة اتجاهات في قرية هيروريفكا وعد تذكيركم بأهميتها هذه القرية تشف على منفذين هذه هي القرية المائية هذه هي المعابر التي يمكن استخدامها للترقل بين شرقي وغربي القرية لذلك السيطرة على قرية هيروريفكا مهمة للسيطرة على هذين المعبرين أما في اتجاه بقية المناطق باخمود فالمعارك مستمرة في بود عنيفكا تحاول القوات الروسية إحراز مزيد من التقدم داخل البلدة والأمر اللفت كان هناك عملية قصف مركزة وعنيفة للقوات الروسية خلف قرية كالينينا في هذه المنطقة تحديدا على قوات أوكرانية ربما كانت تحاول التقدم كانت تحاول القوات الأوكرانية إرسال تعزيزات إلى بود عنيفكا لتحاول الصمود بوجه الهجوم الروسي الحاصل من شرقي بود عنيفكا ومن شمالي بود عنيفكا إذن المعارك مستمرة أما في اتجاه محيط مدينة باخمود مباشرة فأيضا تستمر عمليات التقدم وتوسيع السيطرة الروسية استطاعت القوات الروسية بالأمس السيطرة على هذه المنطقة واليوم وسعت سيطرتها على هذه المنطقة إذن نشهد عمليات تقدم روسية إن كانت بمساحات قليلة أو بمساحات كبيرة إلا أنها مستمرة أي بمعنى آخر يهم القوات الروسية أن تكون عمليات تقدمهم مستمرة طوال الوقت وهو ما تلاحظونه قطعة صغيرة مع قطعة صغيرة تساوي قطعة أكبر وهذا ما تحاول القوات الروسية تنفيذه في اتجاهات مختلفة ومحاور مختلفة أما في اتجاه إيفانيفيسكي تتواصل عمليات العسكرية بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ضغط كثيف تحاول ممارسته القوات الروسية في اتجاه إيفانيفيسكي أيضا في اتجاه هذه المنطقة بين منطقة القطاع الخاص هنا ومنطقة كليشيفكا استطاعت القوات الروسية تطهير مزيد من المناطق كانت هذه المنطقة ضمن المنطقة الرمادية ثبتت القوات الروسية مواقع لها هنا كما تشاهدون في هذه المنطقة باللون الزهري وبالتالي القوات الروسية تحاول التقدم في العديد من الاتجاهات ومن العديد من الاتجاهات باتجاه تشازيفيار وبقية المناطق كذلك تتواصل المعارك داخل كليشيفكا نفسها بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية معارك عنيفة تحاول القوات الأوكرانية بقدر الإمكان إطالة وجودها في هذه البلدة ومنع سقوطها بيد القوات الروسية طبعا ستكون سقفة كبيرة بالنسبة للقوات الأوكرانية في حال سيطرت القوات الروسية على بلدة كليشيفكا طبعا ستنهي بمعنى آخر في جنوب كطاع بخموت البلدة الوحيدة التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية هي كليشيفكا وأندريفكا لوقت قصير ثم ملابثت أن تحولت إلى قرية مدمرة نهائيا لم تعد حتى بلدة يوجد بها منازل لذلك القوات الأوكرانية تحافظ على وجودها داخل كليشيفكا لذلك أي استعادة سيطرة للقوات الروسية على جليشيفكا يعني أنه لا تتواجد قوات أوكرانية داخل أي بلدة في جنوب كطاع بخموت إنما فقط في أراضي زراعية مفتوحة أما أحبائي باتجاه كليشيفكا تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية القوات الروسية تحاول الوصول إلى هذا المعبر قطع طريق إنداد القوات الأوكرانية الذي ينطلق دوما من هذه المناطق من اتجاه ديليفكا وبيلاورا باتجاه هذا القطاع جنوبي بخموت ولكن حتى اللحظة لا تقدم لقوات الروسية أما في قطاع أفدييفكا تستمر المعارك بقوة بمعنى آخر القوات الروسية تنفذ هجوما هائلا في كامل هذه المنطقة على كامل هذا الانتداد هناك هجوم روسي كبير في عدة تجاهات تحاول القوات الروسية التقدم على كامل هذا النطاق بنفس الوقت الضغط باتجاه غربي ستيبوفي وبرديتشي ولكن الأمر اللافت أحبائي في اتجاه ستيبوفي هو أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما مضادا بهذا الاتجاه في الجزء الجنوبي من ستيبوفي كانت تحاول من خلال دفع القوات الروسية إلى الخلف ولكن حتى اللحظة لا معنى ما تحاول نجاح هذا الهجوم أم لا بالعمل سيطرت القوات الروسية وصعت سيطرتها في هذا الاتجاه من قطاع أفدييفكا أما المعارك في الجزء الجنوبي فهي مستمرة ضغط كبير ومتواصل تحاول القوات الروسية إحراز مزيد من التقدم ولكن يبدو هذه الفترة منذ أيام الوضع لا يشهد أي تغيير في خارطة السيطرة ولكن هناك تركيز من قبل القوات الروسية باتجاه بيرفومايسكي تحاول القوات الروسية التقدم باتجاه بيرفومايسكي انطلاقها من بيسكي وانطلاقها من فوديان تحاول الضغط على المجموعات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة ولكن في نفس الوقت لم تستطع القوات الروسية إحراز أي تقدم ولكن هناك هجمات هي الأعنف بهذا الاتجاه وكما قلت لكم في الأمس هذه الهجمات على كامل هذه المسافات تحاول القوات الروسية تشتيت قوة النيران الأوكرانية تشتيت عمل المجموعات الأوكرانية المساندة نحن نتحدث عن المدفعية الأوكرانية والمجموعات المختصة بالطائرات بدون طيار مع زيادة حجم الاتجاهات والمحاور التي تنفذها أو تنفذ من خلالها الكوات الروسية عمياتها العسكرية هذا يشتت النيران المساعدة للكوات الأوكرانية أين يجب أن تدعم؟ أين يجب أن تساند؟ طبعا هذا تشتيت كبير وقوي في اتجاه نيفلسكويد تعاود الكوات الروسية انطلاق عمياتها العسكرية باتجاه البلدة أما باتجاه مارينكا فالقوات الروسية تقدمت واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة تثبيت سيطرتها في هذه المنطقة ولكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن السيطرة الكاملة على مارينكا ما زال هناك معارك اللواء السورين ما زال يحاول قيام بهاجمات مضادة أيضا في نفس الوقت هناك كما تشاهدون العديد من الأبنية حيث توجد القوات الأوكرانية وبالتالي لم تسيطر بشكل كامل 100% القوات الروسية على مارينكا ولكن تتواصل العميات العسكرية في مارينكا تحاول القوات الروسية كما شاهدنا في الفترة الماضية وكما تشاهدون عبر الخريطة باللون الأحمر الداكن وباللون الزهري توسع القوات الروسية خلال الأيام الماضية تشاهدون كيف تحاول توسيع عملياتها العسكرية من أدة اتجاهات باتجاه بوبيدا وفي نفس الوقت تحاول التقدم عبر كامل هذه المنطقة إذن هذا هو الوضع في اتجاه مارينكا أما في اتجاه نوفو من خليف كفالة تغييرات في خريطة السيطرة في اتجاه زاب بوروجي تتواصل العميات العسكرية بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية حتى اللحظة لا جديد لا تغيير في خريطة السيطرة وإنما العمليات مستمرة من كلا الطرفين يحاول كلا الطرفين التقدم باتجاه مواقع الآخر القوات الروسية تحاول الإطباق على روبوتين تطويقها وحصارها وكذلك أمر تحاول إبعاد القوات الأوكرانية تواصل عملياتها العسكرية الروسية بهذا الاتجاه وإبعادها عن هذا الطريق الرئيسي هناك طريقين رئيسيين واحد يصل بهذا الاتجاه إلى بافليفسكي في هذه المنطقة انطلاقا من أوريخيف وواحد يصل باتجاه روبوتيني وخلفه باتجاه توكماك لذلك القوات الروسية ربما تحاول السيطرة على هذين الطريقين كما تشاهدون هذا الطريق وهذا الطريق لذلك تواصل عملياتها العسكرية قد نشهد في المستقبل عمليات تطويق للكوة الأوكرانية الموجودة في هذه المناطق باللون الأصفل وقد نشهد هجمات باتجاه أوريخيف انطلاقا منها أحبائي باتجاه خيرسون الأمور المستتبة لا تغييرات في خريطة السيطرة أي جديد سوافقكم به لاحقا لا تنسوا الانضمام للقناة مشاركة الفيديو ووضع لايك وأريد أن أشكركم على وقتكم الثمين إلى اللقاء